تعلقت بتأكيد بعض المترشحين للانتخابات مواجهتهم صعوبات في استخراج بطاقة السوابق العدلية وتجميع التسكيات قال رئيس والجمهورية إنه لم يضيق على أي أحد وإن القانون يطبق على الجميع على قدم المساوات وفي إجابة عن سؤال حول إمكانية تنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم الاتصال قال سعيد نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد أن نضيق على حرية أي كان ولكن في نطاق القانون كما أشار إلى أنه أصدر عفوا على عدد من المدونين الذين سجنوا بموجب المرسوم 54 ما لم يكن الجرم المرتكب على معنى هذا القانون مشفوعا بجريمة أخرى لا علاقة لها بحرية التعبير كما نفى رئيس الجمهورية تحريك أي قضية ضد أي شخص بناء على المرسوم عدد 54 مبينا أن النيابة العمومية هي من تحركت من تلقاء نفسها في بعض القضايا ويغلق مساء غدن ثلاثاء السادس من أوت الجاري باب تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية على أن تبت فيها الهيئة في أجل أقصى يوم السبت العاشر من أوت لتعلن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم الأحدى 11 من أوت والمقبولين نهائيا يوم الثالث من سبتمبر المقبل بعد انقضاء الطعون